اي تجربة تانية كانت مختلفة وتجربة كمان اتعلمت فيها من فنان رائع عظيم زي عمر الشريف عمر الشريف دانا درس لكل الفنانين اللي كانوا بتشغله في الفن عمر الشريف كان عشان بصرف النظر بقى مع كل اللي قاله هو كان او ما كانش لكن كان يعيش الدور ويعيش الشخصية كان لابس جلبية العمدة ده الجلبية الفلاحة دي على طول قاعد بيها يحس بيها يحس بلمستها على جسمه احنا نروح للستوديو اردرنا يعني ساعة 8 الصبح عشان نخلص مكياجنا مش عارفة ايه شوتينج عشرة هو احنا كنا بنروح نلاقيه قاعد من قبل تمانية قاعد في الستوديو في القودة بتاعته ماسك السيناريو بيذكره مش بيذكر دوره لوحده كل الادوار وانا تعلمت بقى دي منه بس انت ما اندهشتيش لما لقيت ان واحد زي مخرج كبير زي سلاح ابو سيفي اختار عمر الشريف مخرج اللي كان في اللحظة الفناني قولك ايه بيكالي قول بتاتا سوء يعني حتى الاكسنت بتاعته في العربي ما جايبه فلاح اصيل والاهم ان عمر الشريف يحمل الدور باقتدار شديد موقفتيش عند الموقف ده اختيار عمر الشريف الدور ده من روعة المخرج ان المخرج يجيب ممثل يطلع منه حاجة تانية ازاي يوسف شهين لما جابني قال لي شوفي بتنتي انا مش عايز الغزلان دول ومش عايز اي حاجة انا عايزك تدخني في المصير وعايز ام وعايز شخصية شكلني فيها واحدة تانية خالص مرات ابن رجد اللي هي قاعدة فتحة البيت عملا تطبخ لهم وتأكلهم وتعمل لهم عايز ستة حنونة مش عايز ده كله حتى في المهاجر عمالني برضو كاركتر تاني خالص طب خليني قوي خالص موطن مصر عشان نخش على المصير والمهاجر دول تجربتين محتاجين نوع ما بقولك هنا روعة المخرج ان هو ما يجيبش حد يوصفه انت كممثلة دورك بينتهي فين بقى يعني بتحط الاوتلاين للشخصية ملابس الشخصية واداء الشخصية هل انت من نوع اللي بيتأثر بفكرة لازم اقعد مع ناس زي دول اشوف حياتهم عشان اقدر اشخص صح ولا بتعملي ازاي لا والله ما كانش بيجيني فرصة ان انا ادور على حد اقعد معاه عشان اقتبس منه او اقلده او كده انا كنت باحساسي اصعب مشهد في المواطنة المصري كان ايه بالنسبة لك اول لقاء اول لقاء اول لقاء اده كان اصعب مشهد في حياتي لقاء مع عمر الشريف ودخله او اليوم برده على طول اشتركوا في القناة